ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله بي الغمة وجهد في الله حق جهادي حتى أتاه الله اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته إنك ولي ذلك ومولاه ثم أما بعد أحبتي في الله عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساهر كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند ثلاث نقاط اللي هما إزاي السحر نعالج السحر طول عمري والسحر ما بيتعلي شيء فطبعا نتكلمنا في نقطتين المرة السابقة وقلنا إن الحاجات اللي هي تخلي الإنسان أو السحر ما بيتعالج شيء هما ثلاث أشياء أول شيء إن الشيخ اللي بيكون بيعالج مش عارف هو بيعالج إيه بالظبط يعني بيعالج السحر أو بيعالج عرض ولا بيعالج عرض تمام وقلنا إن الربط التأثيري إنه ممكن الإنسان يكون مربوط الزوجة هي اللي مربوطة والشيخ بيعالج الزوج وده بيكون طبعا هو بيعالج مكان غير مكانه وقلنا إن لما يكون السحر اختراني يعني اختراني إزاي إن يكون السحر نعمل للأخت والأخت هي والأخت التانية هي المريضة يعني الشيخ بيعالج في الأخت اللي ظهر عليها الأعراض ويكون أساس المرض نفسه عند الأخت التانية خالص فالشيخ بيعالج في الأخت اللي ظهر عليها العرض قدامه أو اللي هي مرضة قدامه ويكون جذور أو يعني عمود السحر في الأخت اللي هي مزهر عليها أعراض أو ظهر عليها بعض الأعراض ومحدش حاسس بيها الحلقة اللي فات طبعا كانت حلقة داسمة جدا وقلنا إن الشيخ اللي بيعالج لازم يكون عارف هو بيعالج المرض ولا بيعالج العرض ولازم يكون فاهم هو بيعالج إيه طبعا هاتكلمنا عن السحر الاقتراني وتكلمنا طبعا عن كيفية العلاج يعني والنهاردة بقدر الله تباركالنا نتكلم عن الجزء الثالث اللي هو الربط التأثيري أو الربط عند الزوج لو المشكلة عند الزوج أو الزوج طبعا عشان خطر يعني يكون معايا بعد شوية إن شاء الله قام من قيمة أو من ناس الأفضل الناس اللي هي تمكنت في بحثها في الأعشاب وتخصصت في الأعشاب طبعا لكن أبما نقدم مولانا الشيخ صريف عايزين نتكلم عن الجزء اللي إحنا سيبناه الحلقة اللي فات عشان خطر تبقى المواضيع مربوطة ببعضها الجزء اللي إحنا سيبناه المرة اللي فاتت له هو هل الربط أو ممكن الربط يفضل عند الإنسان طول عمره يفضل طول مربوطة عند زوجته طول عمره أو الزوجة تفضل مربوطة عند زوجها طول عمرها ولا لا طب نعرف إزاي إن الربط يكون عند الزوجة ولا الزوج لو الشيخ بيعالج الربط وبيعالج الربط ده يكون الربط عند الزوجة يبه هو يبدل طول عمره يعالج الزوجه ومشعلائي نتيجة اللي إلاك طيب الربط عند الزوجة بيكون بمثابة إن كأنه واحد عمل كأنه واحد مثلا معاه شيء سخن جدا تمام؟ فكل ما بيقترب إيده من السخنية ديت بيبدأ هو يحس أو يشعر بقوة السخنية ديت أو قوة السخنة ديت تمام؟ فيبدأ يتأثر بيه جلده أو يتأثر بيه عظامه أو غيره فيبدأ يبعد عن المكان ده فهو ده الربط العكسي إيه الربط العكسي أو الربط التأثيري ده؟ إنه هو يكون عامل الربط عند الزوجة وكل ما الزوج ييجي يعني عند الجماع أو يقرب من زوجه دي يحصل عنده ارتخاء مفاجئ وده اللي إحنا منقوله عليه ده الربط اللي هو الربط التأثيري إنه بيتأثر بشيء قدامه لكن الربط مش عنده هو فيبدأ الراجل أو الشيخ يعالج الزوج وكل ما يبعد عن الزوج يبقى كويس كل ما يقرب منه يحصل عنده ارتخاء وطبعا الأسبوع ده والله أكثر من عشر حالات ربط بكده والحمد لله ربنا قدر إنهم يعني يشفوا ويبقوا كويسين جدا لإنه إحنا فهمنا إحنا بنعالج إيه؟ طيب يبقى إيه اللي يخلي الإنسان يعالج طول عمره من السحر ومش يتعالج؟ ثلاث حاجات لما يكون السحر وراسي لما يكون السحر اقتراني لما يكون الربط مش عند الزوج عند الزوجة يفضل عيفضل طول عمره الشيخ يعالج فين يعالج في المكان الخاطئ ومش عيوصل لنتيجة زي ما إحنا قلنا إن السحر ده مرض موجود في جسم الإنسان مرض محسوس ملموس غير عاقل لا يفهم القرآن لازم الشيخ اللي بيعالج يفرق بين المرض وبين العرض قلنا إن العرض ده اللي هو الأعراض اللي ظهر على الإنسان نفسه والإنسان بيحس بيها وقلنا إن المرض ده اللي هو موجود في جسمك اللي هو جاب الأعراض كلها لك فلما الشيخ اللي بيعالج لو ما خدش باله إن انت بتعالج مرض محسوس في جسم الإنسان دوت ما بيفهمش يعني القرآن يبقى تبدأ تعالج بالقرآن في غير مكانه وبعد كده تبدأ تتهم القرآن إن القرآن ما عليكش طيب يبقى الأول نعرف نوع السحر إيه نوع النجاسة إيه الهدف من السحر نعمل إم تأثر على جسم الإنسان في عديه وبعد كده نعالي كان عندي حالة مبارح مركز اسكندرية ودي من أفضل يعني أنا لما جات الحالة ديت فعلا حسيت أني كلامي جاب نتيجة أو هو فعلا كلام له قيمة ليه لما كنا تكلمنا عن الإنسان اللي هو مخنس وقلنا أن الممكن للسحر لما يكون مراسي يأتي بالإنسان المخنس أو يأتي بطفل مخنس أو يبقى الجن أو السحر يأثر على الجنين في بطن الأم ويأتي به إنسان مخنس فجات للحالة ديت تاني يوم على طول جات للحالة اللي هي أنا يعني أنا أنا مبسوط أنه وجه عشان يعرف تعالي لأنه لف كتير جدا ومش لقي حلول وتعب كتير جدا ومش لقي حلول لكن فجأت أنه بقول لي إحنا رحت الدكتور في ألمانيا وقال لني دي حاجة اسمها ملتزمات جن إحنا مش بعترفين بيها لكن هو قال لي ديت هم بعترفين بيها في ألمانيا بقول لني ديت حاجة اسمها ملتزمات الجن يعني ملتزمات الجن يعني حاجة خارقة إحنا ملناش تدخل فيها شيء غيبي إحنا مش عارفين عنه حاجة تمام فلما عرفنا او لما استعرضت معاه الاعراض ولقيت اني فعلا انه عنده المشاكل دي اني الزوج عنده سحر وراسي والزوج عنده سحر وراسي والمكان اللي حصل فيه الجماع فيه سحر نتج عنهم طفلين يعني عندهم امراض او عنده اشكالهم يعني وحشة جدا شكل يعني هو انا منقول شكل ارد لكن لو مرد لا ده شكل عفريت يعني لما وريني الصورة طبعا الاطفال دول يعني قدر منه اربان انهم ماتوا لكن وريني الصورة انا منقول شكل ارد لان تكوينهم تكوين ارد فقالت لي لا يا شيخ ده مش شكل ارد ده شكل عفريت انا اول ما شفتهم جيل انت بعد عندي على طول ان ده شكل عفريت مع انهم الاب والام يعني انسان كامل ومكتمل وانسان كويس جدا والام كويسة جدا ما فيهاش اي شكل يعني مختلف او اي شيء مختلف لكن لما بدأت انستعرض مع العرض انت بيحصل معاك كذا انت في جسمك كذا بيحصللك كذا او الاب بنفس الطريقة عرفت ان هو المشكلة عندهم قالولي احنا انجبنا طفلين بالشكل ده انا ما كنتش نعرف طبعا اهم انجبوا ايه او عندهم ايه المشكلة او انجبوا او ما انجبوش اصلا فقالولي فعلا شيخ احنا انجبنا طفلين والشكل الصورة ايه عرفت انه فعلا وتأكدت ان السحر لما يكون وراسي بأثر على الإنسان أو على الطفل أو الجنين أو الحياة المنوية وهو دخل الرحم وبأثر عليه في بطن الأم وأثر عليه حتى بعد الولادة وبعد في وقت الرضاعة طيب النهاردة بقدر الله تبارك تعالى احنا كده يعني قتلنا الموضوع ده بأحسن اللي هو إزاي نعرف نعالج السحر فترة كبيرة ما يتعليك شيء والنهاردة بقدر الله تبارك تعالى يعني نخرج فاصل سريع ونرجع معنا الشيخ شريف العمامي اللي هو متخصص في العشاب وعشان يعرفنا هل في فعلا مشاكل في العشاب يعني أنا ممكن طول عمر نتعالج بعشبة وأنا موهم أن العشبة ديت هي عشبة صحيحة وعشبة كويسة عتعالجني وبعدين نقول العشبة ما عالجتنيش أو العشاب ديت ما حصلش من وراء فائدة أو ما ساعدتش فعليك كذا فيه أنا لما متكلم مع الشيخ شريف في العشاب دي صراحة أنا يعني بنحاول نفهم منه حاجات أكتر ليه لأنه هو متخصص في زراعة أو في قيمة العشاب نفسها إزاي الزرعة دي العشبة دي مزروعة العشبة دي شربت مية ولا مش شربتش مية العشبة دي بتدت يعني هل دي عدتجيب فايدة ولا مش عدتجيب فايدة إيه العشبة اللي عادت فيدني لما ناخدها طب لما نغلي العشبة ولا نبليها أحسن أو ننقحها للصبح أحسن طب نشربها مع عشبة تانية إزاي طب عادت فيدني إمتى إزاي العشبة دي اعترفها مناعتي وإزاي العشبة دي من كنت تدورين لو خدتها مع عشبة تانية طبعا الكلام ده عشان أنا بنعالج أو يعني عشان دي بتساعدني في علاج السحر إنها بتخرج مادة نجاس السحر من الدم أنا بنحاول نخصص نفسي في هذه المسائل مع الناس اللي هي متخصصة عشان نعرف نوصل أنا لما نكون بنعالج السحر بالعشاب أو نطلع أو نخرج أو نخلي العشاب دي ترجع السحر أو مادة السحر من الدم إمتى العشبة تفيد وتطلع السم ده من جسم الإنسان وإمتى ما تفيدش هنخرج فاصل سريع ونرجع وإن شاء الله نكمل مع ضيفنا العزيز الشيخ شريف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجعنا تاني عشان نرحب بالشيخ شريف العمامي اللي هو متخصص في العشاب وفي قيمة العشاب والخبير فعلا في العشاب وكان طبعا إن شاء الله كلنا شرف كبير جدا أن نتعرف أكتر منه على فائدة العشاب نرحب بك يا شيخ شريف يا أهلا وسهلا بك شهرات بنحفظك وبارك فيك الله يبارك فيك الشيخ شريف العمامي طبعا هو من سكان مطروح أفضل يعني من أفضل المحافظات على قلبي يعني أو أفضل أماكن اللي أنا أصلا من العرب فطبعا اللي بدوي بيه عنده حب للأماكن اللي هي ايه للناس العرب فيها يعني فطبعا الشيخ شريف لما تكلمنا على العشاب يعني بيجي بفيدنا كل مرة بحاجة جديدة طيب الشيخ شريف احنا عايزين نعرف العشب أو العشاب هل العشاب ديت ممكن تساعد فعلا في العلاقات وكلها قيمة في العلاق فعليا أكيد طبعا الشيخ راضي الأعشاب ليس كما يقال بأنها هي الطب البديل وإنما دائما ما أخالف هذه المقولة وهذا القول وأسميها بأنها الطب الأصيل وتوارث الأجيال جيلا بعد جيل هذا الطب الشعبي وتوارثوه جيل بعد جيل كل في بيئته فالأعشاب عند أناس كثيرين هي طب أصيل بالنسبة لهم وليس الطب بديل بدليل أن سكان الصحراء والبادية في كل مكان سواء في مصر أو خارج مصر يلجأون دائما إلى العلاج بالأعشاب لأنه علاج يعني شعبي ويسهل وجوده ولكن الخبرة تتفاوت والأعشاب تتنوع من مكان إلى آخر ومن بيئة صحروية إلى بيئة أخرى فليست الأعشاب التي موجودة في الجناح الأسيوي على سبيل المثال موجودة عندنا وليست الأعشاب الموجودة عندنا موجودة عندهم ولها أماكن ولها مناخ معين تنبت فيه بطبيعة بنسبة 100% لون دخل لأي كيميائيات زراعية كما هو الحال في المحاصيل وإن كان هناك أنواع من الأعشاب تستنبت استنباتاً مثل الصوبات الزراعية ولكن في حقيقة الأمر أن الأعشاب التي تكون على مياه الأمطار وفي بيئة صحروية نقية بعيداً عن الاستنبات الذي يكون في غير موسمها دائماً تكون هي الأكثر فائدة لتقديمها للناس طيب شكري أنا أخب من كلامك كلام اللي هو إحنا دلوقتي لأننا فهمت من حضرتك أن كل بيئة أو كل مكان أو كل حضارة تستنبت الأعشاب دي أو تبالها ثقافة معينة في التعامل مع العشاب تمام يعني مثلاً مصر لها ثقافة معينة في التعامل مع العشاب مثلاً لو دول الخليج مثلاً تبالها ثقافة معينة في التعامل مع العشاب تمام الدول مثلاً الأوروبية أو الغربية تبالها فقه معينة أو ثقافة معينة تتعامل مع العشاب بطريقة أخرى من العشاب طيب هنا في مصر أفضل مكان أنا ممكن نحصل عليه من العشاب أو نقدر أنا نقول لك أو نقول لعشبة دي فعلا هي عشبة صحيحة 100% والله هو ممكن اسمح لي شيخ راضي هو السؤال يكون ليس تعقيبا وإنما يعني استكمالا لهذا الحوار الشيق الأعشاب إذا أردنا أن نقول أي عشبة أكثر فائدة من غيرها أو أي مكان هو الذي تكون فيه الأعشاب أفضل من غيره السؤال لا يأتي هكذا وإنما نقول لكل بيئة أعشاب معينة فعلى سبيل المثال تمتاز دول حوض البحر الأبيض المتوسط ونحن من دول حوض البحر الأبيض المتوسط مصر دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط في الشمال الغربي محافظة مطروح فيها أعشاب لا تكون موجودة في أوروبا هذا لمناخ معين هذه الأعشاب يعني هنقول إحنا أن كل مكان بميز نفسه بأعشاب معينة أكيد أنا ممكن نقول العشبة دي أخدها من المكان الفلاني أكيد تمام كده؟ أكيد يعني على سبيل المثال لا نستطيع أن نجمع كل الأعشاب التي ذكرت في الطب الشعبي جيلا بعد جيل ونحصر هذه الأعشاب في مكان واحد وإنما هناك أعشاب في الهند حتى بالمناسبة يعني جاء في الطب النبوي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية والناس في هذه الأيام يبحثون عن كل ما يقوي المناعة تمام نظرا لظروف معينة تكون طارئة على بلد أو مجتمع أو عالم في زمن معين فيبحث كثير من الناس عن أعشاب تقوي المناعة فإذا بحثنا عن أعشاب للمناعة نجد أن من هذه الأعشاب ما هو موجود عنده وما هو موجود خارج الدولة أو خارج المكان أو خارج البيئة على سبيل المثال العود الهندي هو ليس مصري ولا من الخليج وإنما هو من الهند وبالمناسبة لأن كثير من الناس يخلط ما بين العود الهندي والقسط البحري هو الفصيلة تنقسم إلى لون أبيض ولون أحمر ويقولون العود الهندي أو القسط البحري ويفرقون بين هذا وذاك على أن العود يخرج مثل الدرن من باطن الأرض والقسط البحري يخرج من البحر تمام يعني المسمى اللي هو بيقولي إن قسط ده قسط هندي مثل الزنجبيل الزنجبيل فيه منه فصيلة يسمونها زنجبيل أحمر تمام ويسمونها بالخلنجان وزنجبيل أبيض المتعارف عليه يعني نقولي الزنجبيل الأبيض اللي هو المتعارف عليه المتعارف عليه لكن لو قلنا خلنجان يبال هو القسط اللي هو هي ثقافات ثقافات يعني نعود حتى هذه نقطة معينة وأنا مصر أن أثير هذه النقطة حتى يستفيد المشاهد العود الهندي هو القسط البحري وليس العود الهندي لأنه عود اسمه عود هندي أي أنه عود ينبط مثل الدرن أو يستخرج من الأرض هو هو ويسمون القسط البحري يعني هناك من يقول أن القسط البحري من البحر تمام الأمر ليس كذلك لكن مش من البحر ليس كذلك ونما سمي بالقسط البحري لأن العرب قديما كانوا يحملونه من الهند عن طريق البحر فسمي بالقسط البحري يعني لهم مسميين أكيد يعني القسط الهندي هو العود الهندي هو العود الهندي هو العود الهندي هو القسط البحري هو القسط البحري ثلاثة تمام تمام ونفس الفائدة ومصر أن أثير نقطة أخرى لما أننا نتكلم في هذه الأيام عن أشياء تقوي المناعة تمام حبة البركة أو الحبة السوداء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحبة السوداء عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السأم أي الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم الكثير يأتي ويقول أنا أريد حبة البركة الأصلية حبة البركة الأصلية السؤال لا يكون هكذا حبة البركة كذا فصيلة ممكن أن تكون ثلاث فصائل ويكون أجود هذه الفصائل ما يزرع في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية أفضل شيء في الحبة السوداء يعني ممكن نقول أن حبة البركة أو الحبة السوداء المتعرف عليها مثل مضاد حية وخمسمية والأخرى الأجود مثل مضاد حية وألف ولكن لا نقول هناك حبة البركة أصلية وحبة البركة مزيف لكن قوة المضمون بتاعها أفضل من مكان لمكان يعني في السعودية أفضل من مزروعة في أي دولة وهذه اختلاف ثقافات يعني إخواننا في ليبيا يقولون حبة البركة لا يسمونها بحبة البركة وإنما يقولون الكمون الأسود الكمون الأسود وبعض الدول تسمي حبة البركة بشوانيز شوانيز دول عربية بعض دول بلاد الشام تسميها شوانيز شخص ريف أنا أخبر بص من حضرتك الكلام إحنا دلوقتي في صدد شيء عند الناس أو أعراف عند الناس يقول لكن العشاب ديت يعني حاجة إيه نخدها نحطها على الأكل أو نحطها على شيء لكن لو خدت الاعتقاد أو الثقافة أن الأعشاب أساسية في المساعدة أو أنها تساعد في الشفاء أو العلاج أكيد لو تعاملت معها بالمطلق ده الأعشاب الأعشاب منها ما يدخل في البهارات والطعام وتسمى أعشاب وتسمى أعشاب لكن هي أعشاب أي نعم وفي نفس الوقت منها ما يأخذ أو هي هي التي توضح في الطعام تأخذ علاج يعني ورق اللورة أو الرند هذا يوضح في الطعام ويصنع منه البهار وله استعمالات أخرى علاجية يفيد فيها كذلك الأمر الزنجبيل الكل يعلم أن الزنجبيل من الأشياء التي تقوي الجهاز المناعي وتنشط الدورة الدموية وتقوي الأحبال الصوتية وفي نفس الوقت يدخل هذا الزنجبيل في صناعة البهار والقرفة تدخل في الحلويات وكذلك الأمر هي علاج أو تفيد في مرض السكري أو عند مرض السكر لكن من اللي بيدي من اللي يدي مثلا حد مرض بمرض معين مثلا لو حد من اللي يقدر يديله العشبة اللي هتفيده إما دكتور متخصص أو إنسان متخصص في ذلك المفروض من يصف ممكن العشبة ممكن العشبة دي تضرش خشيف يعني أنت ممكن فيه أعشاب ونباتات أصلا فيه كلام عند الناس دارجة أنه هو العشاب كده كده لو من فعلتك مش عددرك هذا الكلام لا يصح هذا الكلام لا يصح هناك من الأعشاب ما هو يفيد ولا يضر وإن لم يؤدي الغرض الذي أخذ من أجله في علاج عرض معين من مرض ما فهو إن لم يؤدي شفاء في هذا المرض لا يضر والعكس بالعكس هناك أعشاب ونباتات ثبت العلم الحديث أن فيها سميات فلابد أن تؤخذ بنسبة وأنا أنصح كل من يمتهن هذه المهنة الطيبة المباركة أن يكون عنده ثقافة وهو يعطي وهو يصف الدواء أو يصف ما يفيد الناس يعني على سبيل المثال يأتي أحد ممن يعانون من آلام في القولون وغزات وانتفاخات وتقلصات وأوجاع فيوصف له على سبيل المثال السناء المغربي والشمر والشبت ثم توضع مع الوصفة العرقسوس فإذا ما أتى من يعاني من الضغط المرتفع لا لا تفيده لا تضع على هذه الوصفة العرقسوس لأن العرقسوس يرفع الضغط نعرف عنده ضغط ولا ما عندهش ضغط عشان نحط على العرقسوس يكون هناك حوار متبادل بين من يبيع أو يصف لكن مش خد الوصفة دي العشب المفيدة أين هذا هو المفروض طيب إحنا شخص يعني مثابة أننا ندوا للناس الوصفة الطبية أو الوصفة العشبية اللي عدتفيده في لازم نخدها بنية يعني نرجع الموضوع إلى الدين لأننا نحن نتكلمه أحد سبيل صلى الله لا بد من التوكل التوكل على الله عز وجل وعدم لأن في ناس تأخذ العشبة وخلاص أنا عن أخوتها وخلاص نحن نأخذ نأخذ بالأسباب يقول الله عز وجل وإذا مردته فهو يشفين فهذه هي عقيدتنا من يملك المال لربما يسافر إلى أقصى البلاد لكي يبحث عن الطبيب المعالج وهناك من لا يملك فهذا شفاءه اللي بتهون عليه نعم ممكن أن يكون بين يديه ويتوكل على الله عز وجل هذا هو ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إن أخي اشتكي بطنه فقال اسقيه عسل اسقيه عسل نعم فسقاه عسلا ولم يشفى فأتىه مرة أخرى يا رسول الله إن أخي اشتكي بطنه وقال اسقيه عسل نعم فأتىه مرة ثالثة يعني يا رسول الله إن أخي اشتكي بطنه وقال اسقيه عسل فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يعني أقيت عسل فلم يشفى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدق الله وكذبت بطن أخي يبقى العسل فيه شفاء نعم فيه شفاء للناس آه فيه شفاء للناس هذا كلام الله عز وجل والسلس أشفية اللي هي شربت ولكن ولكن نحن إذا أردنا أن نعطي العسل لأنه جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهذه هي عقيدتنا أنه سيشفي بإذن الله لابد أن نكون على علم لأن العسل أنواع في العسل الجبلي والعسل الجبلي منهما يؤخذ لأي شخص طبيعي ومنهما لا يؤخذ إلا لمريض السكر مثل عسل الحنون على سبيل المثال فنحن لا نتاجر بالنصوص التي وردت في كتاب ربنا ولا بالنصوص التي جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن إذا عضيت الشيء لازم يكون عندك عقيدة واقتناع أن يجيب شفاء ولابد أن يكون هناك علم بما نعطي وكيف نتعامل والإسلام لا يعارض العلم بل يقف معه وده للمفروض الإنسان يعتقده أن العلم مع العشاب وفوق كل ذي علم عليك طيب نخرج فاصل سريع ونرجع لحضرتكم تاني موسيقى مركز النور بالأسكندرية صرح كبير للعلاج بالقرآن والسنة النبوية موسيقى مراكز الشيخ راضي لحوتي فرع الأسكندرية ميدان الإصلاح أمام بوابة المعمورة أربعة على طريق مصطفى كامل الرئيسي عمارة الحج سيدة بوزين للتواصل مع مركز الأسكندرية 012 04 00 63 67 أو 0 10 20 12 22 23 فرع البحيرة قرية أولاد الشيخ مركز أبو المطمير للتواصل مع مركز البحيرة 0 11 57 48 26 66 أو 0 12 0 40 0 6 367 أو 0 10 61 77 15 79 أو 0 10 17 17 42 17 فرع إنا منطقة الشؤون بجوار حلوان الفردوس للتواصل مع مركز إنا 0 11 25 83 47 45 أو 0 11 51 56 86 75 75 28 للتواصل مع الشيخ راضي لحوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي www.facebook.com علاج السحر أو على يوتيوب علاج مرضى السحر في يوم واحد أو عبر الموقع الإلكتروني www.alignafsac.com أو عبر واتساب 010-20-12-22-23 مركز النور بالأسكندرية صرح كبير للعلاج بالقرآن والسنة النبوية الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وبعد طبعا حبتي في الله الحلقة دية المضمون يعني اللي احنا متكلم فيه ان احنا ازاي ناخد حاجة او عشبة معينة تساعدني او تفيدني انها تعالج مرض معين او ممكن نعمل تركيبة معينة تفيدني او تساعدني انها بتعالج مرض معين فيه ناس طبعا انا الموضوع كله بيبعى عبارة عن اعتقاد الاول ان انا ممكن ناخد العشبة دية تفيدني او ما تفيدنيش زي ما انا قلت الحديث قبل الفاصل قلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للرجل اسقي عسلا فسقاه عسلا ولا يشفى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق الله وكذبت بطنه اخيك يعني ربنا سدق ان العسل فيه شفاء العسل فيه شفاء او لكن انت خدت بالنية خدت بالنية ان ربنا عايش فيني به اصلا فيه ناس مثلا تقول له شيخ رضي انت بتعالج السحر بالعسل او بتعالج السحر باللبن او بتعالج السحر بعجبة معينة او بتاخد مثلا العشاب بتساعدك في علاج السحر او لان انا بنعتقد ان السحر مرض حقيقي موجود ملموس غير عاقل لا يفهم القرآن فبنعالج أو بنساعد في علاج السحر بالأعشاب أو العسل أو غيره وبعد كده بنعالج الجن بالقرآن بل اللي بيتعالج بالقرآن اللي يفهم يعنيه قرآن لكن السحر مرض جوه الدم لازم يتعالج بالأعشاب وبعد كده وتحط القرآن في مكانه اللي هو بتسمعه للشيء العاقل اللي هو الجن اللي هو عيمشي بعد خروج السحر من الدم ناخد اتصال الأول أم ياسمين تفضلي أم ياسمين السلام عليكم أم ياسمين تفضلي معانا ولا ايه طيب معلش احنا طيب نشكرك أم ياسمين وحاول الاتصال تاني شيخ شريف احنا عايزين يعني كلام مختصر عن المناعة المناعة طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده صراحة لها قيمة ومهددة ومهددة طب لما يكون بقى أنا أصلا بناخد حاجات من الطبيعة حتى لو أكل يعني مش شرطة نحن نقوله الأعشاب إنها ترفع منعتك أكل تكون مثلا أكل تكون طازج مثلا ما يكونش فيه مثلا حاجات وحشة ما يكونش فيه حاجات مواد مثلا غذائية صعبة أو غيره لو أنا خدت الأعشاب ديت أو الحاجة اللي عاد ساعدني إن أنا منعتي يعني على طول كويسة عشان لقدر الله جلي أي فيروس أي مكروب أي مرض معين يقدر جسمي يقاوم المرض ده أنا أخد بس أم ياسمين الشخصريف وبعد كده نكمل آخر فضّل يا مسمين عليكم السلام و السبراكات آخر ربني يحفظك وبرك فيك يا رب أهم يا رب العالمين بالنسبة لأ أسمين exchange لله بالتجابة tales simply نذهب إلى المركز إن شاء الله أدفعت بخير ربني إحفظك إما اسمين أنت روحتي المركز فين يا مسمين إيه؟ رحتي المركز فين عندي في قينة في قينة سهلة انا مبيك ربنا يحفظك وبركي هي كويس هدلوقت الحمد لله الحمد لله ربنا يحفظك الماسمين ونشكرك على اتصالك دي أختي نشكرك نشكرك يا رب طيب نرجع للشيخ شريف تاني عايزين كلام اختصر عن المناعة وازاي مناعتي ممكن نرفحها نفسيا وممكن وممكن ندمرها نفسيا وممكن ايه اللي ممكن العجبة اللي نخدها تساعدني انها ترفع مناعتي بالنسبة طبعا للمناعة خاصة في هذه الظروف وهذه الأجواء التي نعيشها في هذه الأيام لا أقول يعني أنا قلت أنها مهددة بالخطر ولكن مع الإصرار والتوكل على الله عز وجل لا تكون مهددة بالخطر فالمناعة هي النظام المعقد في جسم الإنسان وتختلف من شخص إلى آخر تختلف من جسد إلى جسد والشخص الذي يكون عنده مناعة ضعيفة أقول هو السبب في ذلك لربما يكون هو السبب في ذلك وكله بتقدير الله عز وجل ولكن نحن نأخذ بالأسباب هناك أعشاب كثيرة وصفات كثيرة ترفع من كفاءة الجهاز المناعي وأنا يعني أنصح كل من أراد أن يقوي المناعة طب شيخ شريف دي واحدة إحنا عايزين بس المشاهدين هات وراه ألم وإحنا عنسأل الشيخ شريف عشان هو معنا بقى أن نستفده منه إيه اللي نديل إبني يرفع مناعته إيه اللي نديل مثلا العمر المختلفة ترفع مناعتهم إيه اللي تاخده المدام أو الست يرفع مناعته إيه اللي ياخده الراجل يرفع مناعته تمام يعني عايزين إيه عشان أن نكتب وراء وألم ناخد كذا مع كذا يساعدني أنها ترفع مناعته تمام بالنسبة لرفع كفاءة الجهاز المناعي عند الرجال والنساء البالغين هي وصفة واحدة ولربما تتفاوت نسب هذه الوصفة لمن هم دون العشر سنوات تمام من الأطفال يعني فيه من الوصفات المجربة والأكيدة لرفع كفاءة الجهاز المناعي وبنسب متساوية الحبة السوداء مطحونة الزنجبيل ياريت الناس تكتب الكلام ده والنسب زي بعضها أي نعم تمام الزنجبيل والقرفة بل حبة السوداء الزنجبيل والقرفة تمام وحبة البركة حبة البركة والقسط الهندي قسط الهندي والقرنفل بس القسط ده عشان أنا نسمع أنه بيعمل سيولة فالنسبة بتاعتب أل القسط الهندي الذي يسبب السيولة ولم أذكره هو ورق الجنكة لأن بعض الفيروسات حينما تضرب الجهاز المناعي تحتاج لأشياء تسبب سيولة في الدم نوعا ما وأنا أستبعد هذا من هذه الوصفة لأني لا أضمن أن كل من يعانون من ضعف في المناعة أنهم هناك مشاكل في الفيروسات نعم ولكن تتفاوت الوصفة ما بين الكبير والصغير الذي هو دون العشر سنوات يعني لو أصبحت هذه الوصفة للأطفال نستبدل مكان القرنفل الينسون الزنجبيل تكون نصف النسبة ويكون الجنين القمح هو ضعف النسبة يعني النسبة ستكون متفاوتة عن الأولى التي هي وصفة البلغين البلغين نعم يعني كده نقسم الوصفة للقسمين بالضبط طيب لو يا بشير شريف يعني طيب احنا كده الحاجة اللي هترفع من عيتنا معاه عسل يعني نحليها بعسل يكون عسل كويس العسل يعني يعني الضباء كلهم بينصحوا العسل ضرور في الفيروسات اليومين دول ده انه هي انه انت اشرب لمون مع عسل اشرب كذا مع عسل فالعسل ما من وصفة ما من وصفة سواء للمناعة او لغير المناعة الا واصف العسل معها لكي يحلى بهذا العسل هذا المشروب تمام من الاعشاء طيب الشيخ شريف لانه من مضادات الاكسادة تمام في حاجة احنا بنعانو منها شوية اللي هي نوع العسل نفسه يعني مثلا انا فيه ناس بتعرض عليها مثلا عسل يقول لي انا جبت كيلو عسل ب20 جنيه مثلا جبت كيلو عسل ب30 جنيه ب50 جنيه مثلا فهل ده عايكون مثلا نسبة تغذية بتاعته زي مثلا كيلو عسل واحد بيقول لي انا جبت كيلو عسل ب200 جنيه او 300 جنيه مثلا يعني يعني عشان بس انا عاوزه وصل لمشاهدة تمام ايه الفرق بين ان العسل ده ب20 جنيه والعسل ده ب300 جنيه مثلا ايه الفرق برضو عشان نصح هو اغلى انواع العسل يعني يقول الله عز وجل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوته ومن الشجر ومما يعرشون العسل الجبلي يعني هو مقدم على كل انواع العسل تمام هو مقدم على كل انواع العسل ليس للانسان غالبا ليس للانسان دخلا فيه يعني مفيش ومما يعرشوه تمام تمام لاني اصبحت يعني مثل اللي عمله خلية وعمل له كذا ده مفيش ومما يعرشون للأسف يعني الا ما رحم ربي منهم من استغل هذا عسل يعني انه عسل طبيعي ومنهم ما لم يأتي بعسل طبيعي تمام الذين يضعون الجولوكوز او السكر فهذا ينتج عسل صناعي وليس عسل طبيعي فهناك من العسل غير الجبلي اللي هو الريفي المعروف عندنا عسل البرسيم وعسل الجطف الموالح والبرسيم وكده وظهرة حبة البركة وظهرة الرمان لكن دي بتختلف هذا ما بتختلف حتى العسل اللي هو اللي هو الدرج اللي جطف الموالح أو الكلام ده فيه غش يعني دلأسف انه هو مثلا كان فيه حد يعني صديقي يعني المنحة بتاعنا بمعه على طول فيه يعني هو خبرة في المسألة ديت وان شاء الله نبي ورده يطلع معنا لقاء ويتكلم في المسألة ديت بتكلم على حاجة لأطفة البرسيم مثلا هو خد جطفة البرسيم وبعدين بيقول فيه ناس بيكضفوا البرسيم تاني يعني هو بيعمل خد جطفة البرسيم العسل جطفة البرسيم ده اللي هي انجطفة دي بتبقى غالية فييجي يقول لي لا أنا عن إيه هم بيعملوا ليه تاني بقى بيحطوا العسل تاني النحل تاني وبيغزوا سكر وبعدين بيكضف جطفة تانية بعد شهر وبتكون الجطفة دي كلها أكترها سكر فبيروح حالي لجيها جيليكوز ويلجيها سكر وهي النسبة تتفاوت يعني لأن يعني كل له تخصصه يعني حتى لا نظلم أو نجور على أحد يعني هناك ما هو متعرف عليه وهذا عرف والعرف هو ما تعرف عليه الناس العسل الريفي الذي هو من الموالح والبرسيم وظهرة الرمان وظهرة حبة البركة معلوم أنهم يضعون السكر لمجرد التطعيم حتى يعني نتش النحل من وقت الوقت نعم لكن لما يغزي تغزية كاملة يبدأ خلاص هو العسل ده مش مبون العسل ده مش العسل اللي ربنا ألعني ولكن آه ولكن العسل لا يعني إحنا مش هنقول مش هو العسل اللي ربنا ألعني لا إحنا الآية ربنا سبحانه وتعالى ذكر ومما يعرشون ويعرشون يعني لها أهل خبر ولها أهل الذكر وسألوا أهل الذكر نتكلم عن تغزية نفسها شخص نيف دي الأصد يعني آه نعم ناخد الأجود يعني ربنا أحفظ ناخد أم أدهم سلام عليكم عليكم سلام ورحمة الله وبركاته فضلي أزيك شهرات أعملي ربنا يحفظك وبرك فيك يا رب وبرك الله وفيك وعنق الله على أعلادنا وعننات لتعباني زيين ربنا يحفظك يا رب وبرك فيك أنت وشيخ دلال وشيخ حميدة وشيخ ساد ربنا يحفظك ربنا يحفظيكم ديم يعني يحفظ عليكم وعلى كل المراكز بساعدكم يحفظ عليكم ربنا يحفظك يا رب ما أدهم يا رب رب ما يكلمك يا رب أنا شفت أنا متابعة يعني من وقت من قد أطلع التلفزيون متابعة حضرتك ربنا يحفظك ده شرف لي فإن كان بصراحة المشور بعيد علي وصعب وأنا تعبان أني أنا نسافر تمام فأنا ما شفت الحلقة الثالث الأسبوع اللي قبل قد كنت فيها أنت والشيخ دلال والشيخ رابي الشيخ سعد والشيخ حميد والشيخ حميدة والشيخ سعد وحضرتك تمام فأنا بصراحة اكتناعت ولقيت ونشكرك على مركز جيني ألف شكر على مركز جيني من جينة كمان وكل أهل جينة يشكروك ربنا يحفظك يا ربنا محافظة جيني وروحك للشيخ سعد في مركز جيني تمام وبصراحة يعني بسم الله ما شاء الله أعانو الله على إعلادني تمام ويعني والاستقبال بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك وحضرمنا وقبضنا وقبضنا وقبضوادب أكتر من اللازم ربنا يا كريمي وكتبنا الإعلاب أعطانا الإعلاب وأنا أول يوم شربت في اللبن والأسل أقسم بالله العلي العظيم وربنا شاهدوا عالمي بكلامي أني أنا ثاني يوم أصبحت في تحسين بسم الله ما شاء الله أصبحت من حسني يعني استريحتي أنا عنعاني من سحر ليه 25 سنة تمام ومش هنقول لك أنا يعني لرحتينهم التانيين دولا مشايخ أنا هنقول لك المتعبين لأننا تعرضت المشاكل كتير منهم يعني أنا تعرضت لضرب منهم مفصم بالله العلي العظيم وخانك يعني كان الزوري ما ينطرش ننزل منهم مي يعني الشيخ كان يبقى عاجل على ركبه وأدام أسك الزوري ويخنق فيه عايزي طلع الجن ويطلع روحك مع الجن عشان يطلع الجن ويجرع عليك من خمس ست ساعات وما فيش أي فادي يعني نتحس اليوم ونردع زي ما كنت لأنه بعالج العرض وسبب المرض يا أختي آه وكان يضربوني بالإغلام على وشي كان يضربوني بالدريد بتاع النخل أكسم بالله العلي العظيم ضمروا الناس والله كان يتاك تكوني بالإبار كانوا يشطوا التبريد أكتف في أعدي وفي وشه وفي اسمك نحاوله قوتها إلا بالله كانوا يجزة على دوافرك أهم عصنش رومي جنعوم كنت يعني ربنا يعلم باليا نكة يعني حتى روحك من الحياة ونه عانت كتير يا أمودة ربنا يحفظك وبرك فيك يا رب والله يبقى بالله العلي العظيم ربنا يعلم باليا أنا شوفته لكن دلوقت الحمد لله كويس يا أمودة الحمد لله أنا ليا يسبوع مساء قمر واحد حسيتم تحسن أديك كم في مي الحمد لله أنا أحسى بتحسن الحمد لله والشكر لله والحق لله والشكر لله وربنا يبارك فيكم ويحافظ عليكم يا رب ويبعد عنكم كل سوء ويبعد عنكم الناس اللي هتهادم الخير يا رب يا رب ربنا يحفظ عليكم جميعا يا رب بني كلمك بني كلمك ربنا يعلم أنا عنيك نشكرك ربنا يحفظك يا رب نشكرك الله يخليك الله يخليك نشكرك يا رب ربنا يحفظك ويبعد عنكم يا رب ديت شيخ شريف ناس عانت فعلا وفعلا نحن منقوله هوت أنه أنه في علاج أكيد طبعا لكن في ناس ناس انضربت وناس انبهدلت واتهانت وواحدة بتشكي أدي معاناة عانتها عند الشيوخ ده التخصص أو الإنسان اللي هو بتخصص في حكته أو هو بيحاول القدر إن كان يأتي بالشيء العلاج المزبوط ربنا بيعينه أنه يلاقي نتيجة وما خلق الله ده إلا وجعل له ده وعلمه من علمه وجهله من جهله طيب الشيخ شريف أنا ليه ملحوظة بس كده حضرتك في مطروح ربنا يحفظك وبرك فيك الله يبارك أنا بنلاحظ أني مثلا عندك في الشركة عندك أني مثلا عندك عدد كبير من الناس كتير جدا الشيخ شريف برضو للمناسبة لأي حد ينزل وطروح يصيف وروح مطروح هو في شرع التحرير متفرع من شرع الإسكندرية مشهور سأله بس على الشيخ شريف العمامي عطروح تلاقي الوضع قدامك كوضع يعني يفرحك ففيه فعلا أنت عندك جنبك ناس شغلة في نفس المجالك يعني أنا برضو الحاجة دي بتصير تحفظه شوي الشغلين في نفس المجالك الشيخ شريف متمكن عنده فعلا خبرة عنده عدد نس غير عادي عنده شغل بسم الله مشهور الله يعني وصفاته نجحة يعني بنسبة نسبة ببيرة جدا فعشان كده الناس عندها ثقة فيه كبيرة جدا عشان كده أنا فعلا لما عزت أو حد يتكلم في مسألة العشاب قد لأول شيخ شريف الله بلد شيخ شريف عايزين وصفة للإمساك وتكون سريعة تمام بالنسبة وإيه أسبابه أصلا شيخ شريف الإمساك أسبابه تتفاوت من شخص لأخر وغالبا ما يكون سبب الإمساك هو ضعف في عضلة القولون لا أقول غزات وانتفاخات فهذا شيء آخر تمام وإنما ضعف عضلة القولون تكون هذه العضلة ضعيفة نتيجة عدم الحركة يعني كثير من الناس لا يمشي حتى المشي الرياضي هذا يسبب ضعف وكسل في عضلة القولون فتسبب هذه العضلة بهذا الضعف هذا الإمساك تمام وعدم حركة من تلقاء ذاتها فيحدث الإمساك مصحوبا بالغازات والانتفاخات والتقلصات ومعه يكون القولون كما يسميه الناس القولون العصبي تمام من هذه التراكمات صلدة الخريف ومين حجة مين؟ الحجة سيدة الحجة سيدة الحجة سيدة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شهراء عليكم السلام وحط الله وبركات فضلي قولي حجة سيدة دهري بيوجعني على طول ورجلي وكده يعني ما بقدرش أدوس على دهري كأن حاجة أدوس على رجلي كأن حاجة بتنبذني في دهري وقال لتنون ما بنامشي خالص يعني أنا الجزي متوفي بقاله خمستاشر سنة دلوقتي لحد يعني باخد من أول من ساعتها وعلى طول ما بنامشي خالص طيب أنت عندي كم سنة يا أختي أنا عندي ستة ومشي في ستة أربعين يعني الصارق ده يتم ستة أربعين طيب الكلام ده حصلك بقى مسينك عدة أربعين سنة لا يعني في أعراض وكده كثير بس يعني الأيام ده من بعد جزي بقى ظهري ورجلي طيب الدورة اللي بقالها حوالي كم شهر كده بتتلغبط معي طيب فيه إمساك وإسهال وكده لا طيب شعرك بينزل آه شعري بينزل طيب ألم ظهرك ده عشان جسمك وكشفت عليه ولا متعلق بحاجة تانية لا كشفت ما فيش أي حاجة عندي الدكتور ما قالش غضروف ولا حاجة تمام تمام طيب هو كده فيه أعراض عندك فيه أعراض بتقولي إن فيه سحر يا أختي بدل أنت كشفت الدكتور قالك فيش حاجة فدي أعراض سحر فأنت يريد تجي للمركز ونعالج إن شاء الله لو حضرتك قريب من مركز إسكندرية تعالين المركز أنا موجود في المركز إسكندرية الحد والأربع والخميس إن شاء الله آه لكن الأساسي في الوصفة الإمساك الشخريف إن الإنسان يحرك نفسه إنك تأوي عضرة القولون نعم لكن إذا حدث الإمساك يعني أقدم الوصفة حتى يستفيد المشاهد يعني فيه وصفة سريعة وهي قشور السليم أو ما يسمى بالإسباغول إسباغول نعم هذا الإسباغول أو قشور السليم عندما تأخذ على ماء دافئ أو كوب مشروب دافئ أو عصير طبيعي توضع نصف ملعقة صغيرة ثم تأخذ مرة أو مرتان يوميا فهذا يسهل عملية الإمساك بالضبط طيب طبعا إحنا للأسف من الوقت بدهمنا يعني وطبعا إن شاء الله نكررها تاني مع الشيخ شريف وده وعد يعني إن شاء الله يوعدنا به إن شاء الله نكرروها تاني عشان برضو نتكلم على العشاب أكتر وإحنا ما تكلمش على زراعة العشاب نفسها ومتكلمش على أماكنها اللي إحنا ما نطلحها منها أساسا والعجبة دي ممكن تكون فايدة ولا مش فايدة أو العجبة دي تكون أحسن من دي إن شاء الله نتكلم عنها في حلقة تانية وإن شاء الله نتكلم برضو على عرض السحر ونقص بالذكر يعني الأخ محمد سلام اللي هو ربنا يحفظه وبرك فيه اللي هو تعب عشان يوصل صراحة الحاجات دي على صفحة سوشيال ميديا لأننا الحمد لله وصلنا المئة ألف متابع النهاردة يعني ودينا نشكره عليها لأنه مجهود قوي وجبار ربنا يحفظه وبرك فيه ربي وطبعا بنختم سبحانك الله بحمدك أشهد ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك